حصلت لي حاجة غريبة جدا في السينما النهاردة في التريلرز اللي بتتعرض قبل بداية الفيلم كان في واحدة منهم في طفلة صغيرة وامها في بداية التريلر بيتمشوا في الجنينة وفي الآخر مطلعش فيلم رعب احداث فيلم كابتن مارفل بتدور سنة 1995 وبتبتدي بتقديم شخصيتنا الرئيسية تحت اسم فيرز فيرز مش فاكرة اي حاجة من مضيها وعيشة فهالة كوكب العاصمة لامبراطورية شعب الكري وبتتمتع بقدرات تدميرية خارقة وبتتمرن تحت قيادة يون روج عشان تتعلم ازاي تتحكم فيها الكري في حالة حرب بقالهم سنين طويلة جدا مع السكرال اللي عندهم القدرة على تغيير شكلهم واخيرا فيرز بيتم تكلفها بمهمة في الحرب دي اثناء المهمة بتسقط على كوكب الارض وبتقابل نيك فيوري عميل شيلد وبيقرروا يتكتفوا عشان يحربوا السكرال اللي تبعوها على الارض في انتظار الدعم اللي حييجي من الكري فيا ترى ايه اللي حيحصل دي غالبا اسهل مراجعة ممكن عملها في حياتي ببساطة انا عندي اختيارين يا اما اشارك في موجة الهجوم العنيف اللي على الفيلم وفي الحالة دي انفي تماما نظرية اني متحيز لمارفل يا اما اركب الموجة المضادة واطلع امجد في الفيلم وفي الحالة دي اكسب القاعدة الجماهيرية الكبيرة بتاعت مارفل وعشان اكون واضح اي ناقض ضلالي بيعرف يتكلم كويس عنده القدرة على انه ياخد اي اتجاه من اللي كنين وبطريقة مقنعة ولكن في رأيي الشخصي الاتجاهين بيفتقدوا للدقة الكاملة مع كامل الاحترام لكل الاراء طبعا طالما كانت صادقة لان كابتن مارفل في افضل الاحوال فيلم عادي وفي اسوأ الاحوال فيلم للنسيان وعشان نبقى بنتكلم بشكل تقني خلونا نقول انه فيلم متوازن فيه عيوب واضحة طبعا ولكن متخليهوش فيلم وحش ومتخليش من الصعب ان احنا نستمتع به الفيلم قدم بطلتنا الخارقة بشكل كويس جدا وشرح قدرتها بشكل كافي وركب كويس داخل عالم مارفل السينمائي وجاوب على اسئلة كتير وسد فجوات كتير وقدر يقدم خط قصة منعش وما هواش مجرد نسخ من قالب افلام الابطال الخارقين كل مشاكل الفيلم تكمن في التفاصيل وزي ما قلت هم واضحين ولكنهم مش من النوعية القادرة على افساد تجربة المشاهدة يعني على سبيل المثال اغلب المواجهات نتيجها متوقعة مشاهد الاكشن كلها مسخة مع عدم واجهة جوية واحدة المؤثرات البصرية كرتونية شويتين باستثناء عملية تصغير سن ساميول ال جاكسون عشان يلعب نيك فيوري وهو صغير دا كان شيء رهيب يعني احنا شفناه قبل كده في افلام تانية وفي افلام داخل عالم مارفل ولكنه كان في مشاهد قصيرة وتنفيذه ما كانش مثالي لكن دا لأ الحقيقة انا اطمنت على مستقبل دي ايرشمن لانه برضو هيطبق نفس الفكرة وفي مشاهد طويلة جدا واتمنى انه يستخدم نفس الادوات بس بعيدا عن المؤثرات وعن كل الامور التقنية الصراحة مشكلة الفيلم الحقيقية هي بري لارسن في دور كابتن مارفل ولا لحظة حسيت فيها انها مرتاحة في الدور ولا في الكوميديا ولا في الجدية ولا في الاكشن ومفيش ثانية حسيت فيها انها بتحاول تعبر عن اللي شخصيتها المفروض تكون حسة بيه يعني احنا فاهمين من القصة انها بتتحرك من الضياع للتحدي للتحرر للانتصار بس هل اداء بري لارسن ساعد في ده؟ انا ما شفتش وميال لاني ملومش مخرجين الفيلم انا بودن وراين فلاك على ده لانهم استخرجوا شغل ممتاز من ساميول ال جاكسون وشغل رائع من بن ماندلسن اللي في اغلب اوقات الفيلم اتحرم من تعبيرات وشه اصلا لذلك انا حاسس ان انت لو اصلا ممثل كويس فانت حتطلع شغل كويس تحت قيادة بودن وفلاك بس خلونا ما نطلقش الحكم ده بشكل رسمي لغاية لما نشوف بري لارسن هتعمل ايه تحت قيادة الروسولز انا مش عايزة قضي وقت اطول من اللازم بتكلم عن عيوب الفيلم لان كمان مرة وبمنتهى الامانة انا مش شايف انه فيلم وحش وافضل عنصر فيه هو السيناريو اللي بيتبع قعدة النطاق الزمني الدايق واللي اظن ان احنا هنشوف منها كتير في افلام الام سيو في المستقبل احداث الفيلم كله بتدور في ظرف يومين او تلاتة او يمكن يوم واحد ده بقى شيء ضروري في ظل تشابك احداث افلام عالم مارفل السينمائي لان اسهل كتير اني احجزلك كم يوم تتشقلب فيهم بقصتك بدل مخاطر بانها تتلعبك في قصة فيلم تاني ده كان الوضع في كل افلام مارفل من ساعة دوكتور سترينج باستثناء سبايدر مان هوم كومنج وهل فيه اي حد حس بحاجة؟ ابدا لان اصلا القصص بالطريقة دي بتبقى فعالة اكتر وبتتجنب الزهد وده اللي عندنا في كابتن مارفل على الرغم من انه فعلا فيه بعض التسلسلات المملة بس عشان اتحركت بسرعة مدتنيش فرصة اني اسقط عندنا شراقة لطيفة ما بين كابتن مارفل ونيك فيوري عندنا عدد كبير من المواجهات على الرغم من ان اغلبها سطحي زي ما قلت وعندنا نصيب كبير من المفاجآت ما هياش ذكية اوي يعني بس شغالة وقدمنا كمية كبيرة من الخدمات لفيلم انت جيم القادم اغلب نقاط الضعف اللي في القصة جاية من الكتب المصورة وانا مش ضد ان احنا نلوم الفيلم على ده ولكن بشوية طبطبة اه ويمكن الكوميديا كمان ما كانتش نكحة اوي يعني هي موجودة وما كانتش بيخة بس مش النوعية اللي توقعكم بالضحك يعني خصوصا ان بري لارسن جاية تضحك معانا مش تدحكنا او يمكن كانت مستنية ان احنا اللي ندحكها مش فاهم بس ما عندناش مشاكل في الاقاع ما عندناش مشاكل في الاخراج بشكل عام وما فيش فجوات في الحبكة على قد مستوى تركيزي يعني كابتن مارفل هو الفيلم العادي اللي جه مكان الفيلم الاستثنائي اللي الناس كانت مستنياه وانا عن نفسي بحاول اتعلم اني اتعامل مع الفيلم اللي قدامي مش الفيلم اللي كنت متوقعه ولكن على كل حال الفيلم بيعاني من مشاكل واضحة تخلي من العدل انه يتم اعتباره خطوة للخلف بالمقارنة مع باقي افلام مارفل وبالمقارنة مع قارينو في العالم السينمائي المنافس اه انا مكرهتش كابتن مارفل ولكن مجرؤش اقول انه افضل من واندر وومن باي شكل من الاشكال او يمكن للامانة الساونتراك بتاعه اجمد تقييمي لفيلم كابتن مارفل هو ستة ونص من عشرة والمرة دي مش بس تعملوا حسابكو تفضلوا قاعدين عشان تشوفوا المشاهد الاضافية اللي بعد تتر النهاية انتو كمان تعملوا حسابكو توصلوا بدري شوية عشان تشوفوا التكريم الرائع لستان لي في الاندرو بتاعت مارفل منقشة الحلقة كابتن مارفل هو الفيلم الاول في عالم مارفل السينمائي اللي من بطولة بطلة خارقة ولكنها ليست البطلة الخارقة الاولى اللي بيتم تقدمها في عالم مارفل السينمائي علل مع ذكر مواطن الجمال ايوة فين السؤال اه السؤال هو مين هي البطلة الخارقة المفضلة عندكم في افلام عالم مارفل السينمائي ياريت تساهموا برأيكم في الكومنتز ياريت تعملوا شار و لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول بول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وبي باي